كنت تتكلم إن شواء إنه الإعلام يشتبك مع الناس تبتكر الجمهور المصري دلوقتي محتاج نوعية برامج عاملة إزاي؟ وحضرتك كنت دائم لشتبك مع الناس في الإعلام وقريب جداً من الشارع المصري صحيح نوعية البرامج دي ما بقتش موجودة هو عندك حق ليه؟ لأنه خطورة عدم وجود البرامج دي ما فيش مرجعية عند المشاهد المرجعية هو بقى إيه؟ بقى المواقع السوشيال ميديا إنما فيه المرجعية بتاعت الدولة اللي هي أمينة على فرز المعلومات وتقديم المعلومات المهمة وإن ترجمة أحلام الناس وطموحاتها ده كان برنامج بين الناس تقريباً؟ أيوة صح ده بين الناس كان عندنا كمان زمان أولاً بين الناس برضو كان مهم أول في الاشتباك ليه؟ لأنه كان بياخد مشكلة واقعية من الحياة يترجمها دراما وبعدين كنت أنزل قابل الناس في الشارع أقول لهم إيه رأيكم؟ تتحل إزاي المشكلة؟ فكان الدكتور إيحيا الرخاوي يقول لي إيه؟ على فكرة أنت بتجيبني ليه في البرنامج؟ أقوله عشان أنت راجل بتاع طب النفس يقول لي لا لا الناس اللي أنت قابلتوه في الشارع دول أحسن مني ومنك يعني عنده ثقة أن الخبرات الإنسانية عظيم دكتور إيحيا الرخاوي آه الله يرحمه فالناس اللي عندهم خبرات إنسانية أهم من الحاجات الأكاديمية أحياناً فالاشتباك مع الناس أنه بيشوفوا نفسهم في التلفزيون المعلومات هنا الجائزة الكبرى ده الجائزة الكبرى ده في كامريجي في رمضان صحيح المعلومات الدينية يعني ناس بتصلي تسأليهم مثلاً قصر الصور قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد يعني إيه؟ يعني إيه الصمد فيتفاجأ أنه مش عارفين يعني إيه الصمد يعني اللي هي الصور القصيرة جداً والآيات اللي هي بتتكرر طول الوقت الصمد هو الملجأ وهكذا فكان البرنامج بيأدل وهنا دور تنويلي شوية للإعلام جداً أهو أنت عاوزة تعملي تجديد للخطاب الديني أدي مرجعية دينية مستنيرة قريبة من الناس وبعدين هقولك على حاجة الجائزة الكبرى كان صيغة للاشتباك لأنه ما كانش استوديو وفقهاء ومشايخ لا كان بطل البرنامج الناس اللي بتقابلهم في الشارع ويفجؤون بإجابات مدهشة ومزهلة يعني فاكر مرة قابلت حد وقلت له الرسول الله عليه السلام بيقول الحديث نعمتاني المرء مغبون فيهما إيه هم النعمتين دول إنسان بسيط جداً طالع من جراش كده بسايس في جراش فوقف كده كأنه بلك ورفع يده كده قال لي الصحة والفراغ قلت له إيه الحلاوة دي فيفاجئك هذا الرجل إنه هو كان يدوب يفك الخط بس حبه للقرآن الكريم خلاه يعد يسمع تلاوات لنجوم التلاوة المصريين ودي قوة ضاربة نجوم التلاوة دي دي عابرة للقرارات كمان مش كده إحنا مفروض نتمي بيها جداً 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 ما زال النهاردة تسجيلات تاع عباست عبدالصمد والمنشاوي وغيره وغيره لا حاجة كبيرة جداً فاللي أنا أقصده إنه حب المعرفة بييجي من إنه بيشوف برنامج فيه معلومة إيه ده طب ما أنا ممكن أعرف المعلومة فبيكسب معلومة دينية بيكسب قيمة التنوير ده وأهميته في الوقت اللي إحنا بنعيشه أنا رأيي إنه لو نجح الإعلام إنه يعمل ده حيخفف الضغوط عن الحكومة 50% ليه؟ لأنه لما يحصل حراك مجتمعي اقتصادي إنساني حيحصل إيه؟ إنه بدل ما نتشاكى هندور على مخرج أنا ممكن أعمل مشروعات صغيرة ممكن أعمل صناعات صغيرة ممكن أعمل أفكار جديدة أعمل ورشة زي الست اللي عملت العربية دي يعني اللي أنا أقصده تشجيع الأجيال إن هي الميني بيزنس اللي بيدرسوه في مدارس الغرب إنه الطفل من المدارس الابتدائية هو بيتعلم إزاي يعمل بيزنس لو عام مع عشرة دولار عنده فكرة مشروع بالزبط فالعقلية دي طبعاً إحنا عندنا في مصر دوميات دوميات دي يقولك توكيو مصري يعني اليابان بتاعت مصر فالضميطة شطار في الحكاية دي فأنت عاوز النموذج دي ينتشر اللي هو أنا بشتغل أنا بكسب أنا ببتكر لسه شايف حد برجال أعمال بيحكي إنه لما كان بيروح يدرس برة كان بيشوفهم بيفرشوا منديل كبير كده أو ملاية صغيرة وعليها يعني ممكن ندارة ألم أجندة حاجات ويبيعها فهو قال إيه دا إحنا عندنا في مصر حاجات هيلة جداً فجيه في خال خليلي بقى يعب الشنطة ويروح هناك فبيقول إنه الشنطة دي اللي خد منها المنتجات بتاع خال خليلي كفته سنتين دراسة في الغرب لا عندنا يعني محدش يقول لي إحنا عندنا الجمالية دي الجمالية دي كنوز مصرية برافو عليك هي كنوز فعلاً فيه راجل اسمه أيمن أعم سميه أيمن أرابيسك اللي في رابع السلح دار أيمن دا يقول لي إيه أنا كان عندي هنا سفير الاسترالي طلوه هنا هك قال لي إيه طلوه جالك هنا قال لي إيه يا عم جالك ليه قال لي شاف شغلي فاجي يزورني وبعدين خد أيمن منتجات والأرابيسك يعرضها في استراليا لا انت عندهم ويبعدهم انبهار شديد بالظبط فديق وضاربة الحضارة المصرية دي وبعلم المصريات اللي دايما كل الناس تتحدث عنه في كل شيء